رسول الله يا عطر السماء ويا ضوءا أطل من الرجاء ويا قمرا بدى فأنار ليلا ويا فجرا تبسم بالضياء شددت النور من قلب الدياج وسرت بعزة وبكبرياء أقمت العدل في زمن التجني وشيدت العلى للأتقياء وعلمت الورى درسا فدرسا من الخلق المعطر بالإباء وكم شيدت للأيام صرحا قوي الروح مكتمل البناء فسار إلى الأمام طريق قوم وكان يسير قبلا للوراء اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير واليمن والبركات ومع أن نجدد التحية عبر ملتقى الفكر الإسلامي في هذه الحلقة التي نسعى فيها إلى أن تكون هذه القيمة الكبيرة قيمة التوكل على الله ركيزة أساسية في نفوس كل منا ومن يتوكل على الله فهو حسبه هذه القيمة التي حثت عليها الأديان السماوية وحثت عليها شريعتنا الإسلامية الغراء في قرآنها الكريم وسنتها النبوية الشريفة نعيش في رحابي هذه القيمة قيمة التوكل على الله ويسعدنا أن نرحب بضيوفنا الكرام في هذه الحلقة فضيلة الدكتور كمال سيف مدير مكتبي وزير الأوقاف أهلاً وسهلاً فضلت الدكتور كمال وأن نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الجيزة أهلاً وسهلاً وسهلاً فضلت الدكتور سيد أهلاً وسهلاً لك والسادة المشاهدين يسمح لنا فضيلة الدكتور كمال سيف أن تكون الكلمة الأولى في جزئها الأول مع فضيلة الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الجيزة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه وبعد كل عام أنتم بخير ونحن نتلمس ونتنفس نفحات هذا الشهر العظيم المبارك شهر الصيام الذي يربي في المؤمن درجة المراقبة لله سبحانه وتعالى وهي من أعمال القلوب وفي هذا اللقاء نأخذ من أعمال القلوب التوكل على الله سبحانه وتعالى لحاجتنا إلى هذا الموضوع في هذا الشهر العظيم بل في أوقاتنا كلها فنحن لا نقدر أن نكون إلا معتمدين وواثقين بالله سبحانه وتعالى ومفوضين الأمر لله سبحانه متخذين الأسباب التي سببها رب العالمين سبحانه وتعالى ونحن في هذه الدقائق المباركة نتلمس ربيع أو نفحات هذا الشهر في موضوع التوكل على الله سبحانه وتعالى والقيم لله سبحانه وتعالى والتفويض لله جل وعلا والثقة في الله سبحانه وتعالى لا في الأسباب فنحن نأخذ بالأسباب لأنها من الله والله سبحانه وتعالى قدرها ونعلم أن النتيجة على الله سبحانه وتعالى وقد نأخذ بالأسباب ولا تأتي النتيجة وقد يرفع الله سبحانه وتعالى النتيجة من السبب بقدره سبحانه وتعالى أيها المشاهدون التوكل على الله أمر الله سبحانه وتعالى به في القرآن وبينه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أردنا تعريفا عمليا للتوكل على الله سبحانه وتعالى من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سنأخذ بعض المواقف ومنها كونه صلى الله عليه وسلم كان نائما في ظل شجرة وإذ برجل يأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول للنبي من يمنعك مني فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الله فسقط السيف من يد الرجل ولم يتعرض له النبي صلى الله عليه وسلم في رواية وفي رواية أخرى قال له النبي صلى الله عليه وسلم من يمنعك مني قال يا محمد كن خير أخذ فتركه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال الرجل لا غير أني لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك انظر إلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكبره ولم يكرهه على أن ينطق بالشهادة إنما قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولأن الرجل يعلم أنه لا إكراه في الدين قال للنبي لا غير أني لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك ثم قال الرجل لأصحابه جئتكم من عند خير الناس والشاهد في هذا الحديث الشريف ثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوكله على ربه مع أن الرجل السيف في يده والرسول أمامه ولكنه يثق في الله سبحانه وتعالى أن الله ناصره وأن الله مانعه سبحانه وتعالى وصلى الله على نبيه صلى الله عليه وسلم الموقف الآخر الذي يبين لنا أن التوكل هو الأخذ بالأسباب والاعتماد على الله سبحانه وتعالى حديث الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم أعد للهجرة عدتها وأمر أصحابه بالهجرة إلى الحبشة وعندما قال له سيدنا أبو بكر الصديق يستأزنه في الهجرة قال له انتظر لعل الله يجعل لك صاحبا فكان صاحبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة يتخذ كافة الأسباب المادية فهو يعد للهجرة عدتها سيدنا أبو بكر يجهز الراحلة ويأتيه من يأتيه بالزاد والطعام وهو في الغار ثم قبل أن يخرج من بين المشركين ويذهب إلى بيت أبو بكر قبل ذلك في وقت لم يكن يذهب إليه ثم يلجئه المكسو أو يلجئه الطريق إلى الغار الذي يتخذه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيلة وسببا أيضا في التخفي عن أعين الناس هذه الأسباب التي اتخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول سيدنا أبو بكر الصديق لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا هنا تكون الثقة في الله سبحانه وتعالى بعد الأخذ بالأسباب فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا هذه السيرة النبوية المطهرة وهذا الحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي علمنا فيه عمليا أن الإنسان يأخذ بالأسباب ويفوض الأمر ويثق في الله سبحانه وتعالى وهو فيما عند الله سبحانه وتعالى أوثق مما في يده يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما ثالثهما بعنايته وبرعايته لا تحزن إن الله معنا وهذه معية خاصة للمتقين وللمحسنين وسيدهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وهي تختلف عن المعية التي تكون مع كل الناس بعلم الله سبحانه وتعالى فهذه معية خاصة تشمل العناية والرحمة والحفاظ على أولياء الله سبحانه وتعالى وأصفيائه وسيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فالتوكل على الله سبحانه وتعالى ربما يظن بعض الناس أنه ترك للعمل واعتماد على الله سبحانه وتعالى ويفهمه بعض الناس خطأ الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قد أمر بالعمل قد أمر بالعمل وهو الذي أمر بالتوكل قال الله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أمر بالتوكل وفي بعض الآيات قرنه سبحانه وتعالى بعبادة الله ففي قول الله سبحانه في السورة التي نقرأها في الفريضة سبع عشرة مرة في اليوم زد على ذلك في النوافل وفي الترويح وفي قيام الليل وفي غيره من الصلوات تقول الإنسان إياك نعبد وإياك نستعين فالاستعانة بالله سبحانه وتعالى هي سبيل من سبل التوكل على الله وهي معنى من معنى التوكل على الله سبحانه والعبادة قرينها إياك نعبد وإياك نستعين فنحن نلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ونعبده لأنه سبحانه هو الوكيل ومن أسمائه الحسن الوكيل الذي نسق فيه ونعتمد عليه ونلجئ أمورنا كلها لله سبحانه وتعالى فلا قادر إلا هو ولا حي إلا هو وهو الحي الذي لا يموت إذا قال إنسان زوغنا أو زو سلطان لإنسان أنا أتكفل بك مدة حياتك فهذا الشخص يعني يسق فيه ويعلم أنه قادر على إطعامه وقادر على تلبية حاجاته له لأن هذا الشخص زو مكانة أو زو سلطان ولله المثل الأعلى فإذا كان الله سبحانه وتعالى هو القادر وهو الحي وحياته أبدية لا يعقبها موت فهو الأول والآخر وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا فهو الذي نلتجئ إليه سبحانه وتعالى ونعبده فاعبده وتوكل عليه قال الله سبحانه وتعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلة وقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن فضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وليس التوكل خاصا بأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فكل عبد لله لابد أن يتوكل عليه ولذلك جاء التوكل على لسان أو ألسنة الرسل قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون ونبي الله موسى يقول الله سبحانه وتعالى في حقه وفي حق من آمن به قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم أدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا وسيدنا شعيب يقول وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والإنسان لا يستطيع أن يحيا في هذه الحياة دون التوكل على الله سبحانه وتعالى والتوكل على الله أيها المشاهدون يعني أن تأخذ بالأسباب لا أن تدع الأسباب فأنت تعمل فالله سبحانه وتعالى قد أمر بالعبادة والعمل فهما أمرا فنحن لا نأخذ أحدهما ونترك الآخر ففي سورة الجمعة يقول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فأمر إذا انتهت العبادة أن نسعى في الأرض فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فمن أخذ بأحدهما دون الآخر كان مقصرا في حق الله سبحانه وتعالى وأيضا قال ربنا سبحانه فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وقال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها أي طلب منكم عمارة الأرض فإذا كنت مأمورا بعبادة الله والثقة فيه والتوكل عليه فأنت مأمور بالأخذ بالأسباب وعمارة الأرض وعمارة الأرض لا تتأتى إلا بتكاتف الجهود وكل واحد يعمل ما كلف به من عمل فيعمل الزارع في مزرعته والصانع في مصنعه والكاتب في مكتبه وغير ذلك لتستقيم حياة الناس لتستقيم حياة الناس بهذه الأسباب ويعمل الإنسان حتى ولو لم يكن محتاجا إلى العمل فهو يعمل لأن العمل قد يحتاج هو إليه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا سعد إنك انتدع أو انتذر ورستك أغنياء خيرا من أنتذرهم عالة يتكففون الناس وجعل الله سبحانه وتعالى الميراسة وبه ينتقل المال من إنسان إلى آخر وسنة الحياة وطبيعتها أن يحافظ الإنسان على ماله من أجل ورسته لأنه يعلم أن أقرباءه هم من يرسوه سيدنا سعد كان لا يرثه إلا ابنة له ومع ذلك عندما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بماله أو يتصدق بنصفه فيقول النبي لا وعندما يقول بالسلس يقول له النبي صلى الله عليه وسلم السلس والسلس كثير إنك انتدع ورستك أغنياء خيرا من أنتدعهم عالة يتكففون الناس ومن هنا يجب على الإنسان أن يعمل وأن يتخذ الأسباب وسيلة إلى النتائج معلنا أو ثقته بالله سبحانه وتعالى وهو يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه كما علمنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فالتوكل على الله وهو عمل القلب لا بد أن يظهر أسره على الجوارح فيوقن الإنسان بقلبه ويصدق أن الله سبحانه وتعالى كافيه هو حسبهم أي كافيهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فإذا كانت هذه السقة في قلب الإنسان فالله سبحانه وتعالى قد يعطل الأسباب ليتحقق وعد الله سبحانه وتعالى فهذا نبي الله سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام عندما كسر الأصنام وسئل من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون فأخبرهم سيدنا إبراهيم عليه السلام أهذه آلهة تستحق أن تعبد فما كان منهم إلا أن أضرموا ناراً وألقوا فيها سيدنا إبراهيم عليه السلام فلما دخل سيدنا إبراهيم فلما ألقوه في النار قال الله سبحانه وتعالى للنار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم لأنه التجأ إلى الله واعتمد عليه وفي بعض الروايات أن سيدنا جبريل عليه السلام قال له ألك حاجة قال أما منك فلا ويسأل ربه سبحانه وتعالى حاجته فيأمر الله سبحانه وتعالى النار فتتعطل مهمتها من أجل نبي الله سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا السلام ويتكرر الموقف ولكن مع ابنه إسماعيل عندما يؤمر سيدنا إبراهيم بذبح سيدنا إسماعيل عليه السلام ويأخذ بالأسباب والسكيل في يده وابنه أمامه ولكن يأتي نداء الله سبحانه وتعالى يا إبراهيم قد صدقت الرؤية إن كذلك نجز المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم فترتفع هذه الخاصية ولا تقطع السكين لثقة سيدنا إبراهيم في أمر الله سبحانه وتعالى وسقة سيدنا إسماعيل في أمر الله ومن قبل سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما يذهب بسيدنا إسماعيل وهو رضيع وهو وأمه ويتركهم في مكة في مكان ليس به أنيس ولا جليس وتعلمنا السيدة هاجر السقة والاتكال على الله سبحانه وتعالى عندما تنادي وهو لا يرد عليها فتقول له آه الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذن لا يضيعنا فالله سبحانه وتعالى إذا كان هذا أمره فأنت تلتزم بأمر الله سبحانه وتعالى ولن يضيعك الله سبحانه وتعالى إنها ترسخ في قلوبنا وفي أذهاننا الثقة في الله سبحانه وتعالى مهما كانت الأسباب ومهما كانت أسباب الهلاك أمامها لكن الثقة في الله سبحانه وتعالى تجعلها توقن وتؤمن أن الله سبحانه وتعالى لن يضيعها فلم يضيعها رب العالمين سبحانه وتعالى بل سار وجودها وجلوسها وخطواتها مشاعر للمسلمين يؤدون السعي بين الصفى والمروى والطواف بالكعبة وصارت من شعائر الحج والعمرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم آمين يا رب العالمين برك الله فيكم فضيلة الشيخة الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الجيزة على هذه الكلمات الطيبة إن شاء الله فضيلة الدكتور السيد مسعد نتابع معه الكلمة في جزئها الثاني بعد كلمة فضيلة الدكتور كمال سيف مدير مكتب وزير الأوقاف فضل فن الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آل وأصحاب أجمعين أما بعد أيها الأحبة الكرام فكل عام وأنتم بخير بل أنتم الخير لكل عام حينما نعيش في هذه النفحات الطيبة المباركة في رحاب شهر رمضان المبارك وعلى مأدبة القرآن وفي ملتقى الفكر الإسلامي نعيش في هذه الليلة الطيبة وفي هذا اللقاء الطيب العطر حول عمل من أعمال القلوب كما تفضل وذكر شيخنا الكريم ألا وهو التوكل على الله عز وجل التوكل على الله وهو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في تصريف الأمور كلها هذا التوكل الذي أمر الله عز وجل به أنبياءه ورسله وأمر به أولياءه وأمر به عباده فقال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم يأمر الله عز وجل نبيه أن يتوكل عليه وتوكل على العزيز الرحيم بل إن الله عز وجل جعل التوكل عليه أمرا لعباده المؤمنين فقال الله عز وجل وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وجعله ميزانا لقياس درجة الإيمان وصدق الإيمان بالله عز وجل فبقدر يقينك في الله سبحانه وتعالى وبقدر توكلك على المولى جل وعلا يكون إيمانك قال الله عز وجل وهو يصف عباده المؤمنين إنما المؤمنون ما حالهم ما هي أوصافهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون يتوكلون على الله عز وجل في شتى أمور دينهم وفي شتى أمور دنياهم في أمور حياتهم كلها يتوكلون على الله عز وجل عندهم من اليقين وعندهم من الصدق وعندهم من الثقة في الله عز وجل ما يغنيهم عن أي شيء أو أي أمر أو أي تطلع لدى أي أحد سوى المولى سبحانه وتعالى ومع ذلك يأخذون بالأسباب لأن الله عز وجل بيّن لنا أن من يتوكل عليه آخذاً بالأسباب آخذاً ومستعيناً بأمور الأسباب التي تعينه على قضاء حوائجه فإن الله عز وجل كافيه وهو حسبه قال الله سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي أن الله عز وجل حسبه وأن الله سبحانه وتعالى كافيه وأن الله عز وجل راعي شؤون وأن الله عز وجل متكفل به قال الله عز وجل وكفى بالله وكيلاً يكفيك أن يكون وكيلك هو الله سبحانه وتعالى يكفيك أن الله عز وجل هو الوكيل الذي يرعى شؤونك وأن الله عز وجل هو الذي يكفيك حينما تتوكل عليه وتعالوا بنا لنقف على بعض من الأمثلة وبعض من النماذج التي كان فيها صدق الاعتماد على الله عز وجل والتوكل على المولى سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثلاً عظيماً في الربط ما بين التوكل على الله وتصحيح الربط بين التوكل على الله عز وجل والأخذ بالأسباب كما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ناقته فسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أعقلها وأتوكل أم أتركها وأتوكل أود أن أتوكل على الله عز وجل هذا عمل قلبي وهذا صدقي يقيني بالله عز وجل أن يكون متوكلاً عليه سبحانه وتعالى لكن في أمور الدنيا وفي الأخذ بالأسباب هل يغنيني التوكل على الله عز وجل عن الأخذ بالأسباب وربط ناقتي والاحتياط في أمور دنيايا قال النبي صلى الله عليه وسلم بل اعقلها وتوكل اعقل ناقتك وخذ بالأسباب ومع ذلك توكل على الله عز وجل فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا مثلاً عظيماً بل أنزل الله عز وجل قرآناً كريماً يصح مفهوم من يتواكلون على الله عز وجل كان أهل اليمن يحجون إلى بيت الله الحرام وليأخذون معهم الزاد الذي يكفيهم فإذا نزلوا مكة سألوا الناس وقالوا نحن متوكلون فينزل الله عز وجل قوله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ما يكفيك التوكل على الله قولاً ولا يكفيك التوكل على الله صفةً دون الأخذ بالأسباب ودون التزود ودون العمل الجاد في أمور الدنيا أو في الأمور التي تحتاج إلى معايير دنيوية وأخذ بالأسباب فيها وتزودوا فإن خير الزاد التقوى كثير من المواقف وكثير من الأمثلة كان فيها صدق التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب سبيلاً للنجاة وسبيلاً للفوز وسبيلاً لتحقيق المراد هذه أم موسى تختبر وتمتحن في التوكل على الله عز وجل هل ستكون متوكلةً على الله وهل ستأخذ بالأسباب مع التوكل على الله أم لا إذا بربنا سبحانه وتعالى يوضح لنا هذا الأمر كما في صورة القصص قال الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ماذا تصنع؟ أي شيء تفعل؟ أخذت بالأسباب وضعت وليدها في قفص ورمته في الماء متوكلةً على الله عز وجل في ثقةٍ ويقينٍ تامٍ أن الله منجز وعده أن الله منجز وعده وأن الله عز وجل راد لها وليدها وإذا بربنا سبحانه وتعالى يقول بعد آياتٍ وشرحٍ للموقف يقول الله عز وجل فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن رده الله عز وجل إلى أمه كما وعد لأنها توكلت على الله وأخذت بالأسباب وكان عندها من اليقين والثقة والتوكل على الله عز وجل ما يجعلها تفوز ويجعلها تغنم بمراد الله عز وجل وفوز الحق سبحانه وتعالى وهو أن الله عز وجل حسبها وأن الله عز وجل كفيلها وأن الله عز وجل هو وكيلها وكفى بالله وكيلا السيدة مريم رضوان السيدة مريم عليها من الله السلام في محنتها إذا بربنا سبحانه وتعالى يرشدها إلى أمرٍ عظيم وهو الأخذ بالأسباب مع صدق التوكل على الله هي متوكلةٌ على الله عز وجل حينما جاءها الملك فقال كذلك قال ربك هو عليّ هين ونجعله آيةً للناس ورحمةً منا وكان أمراً مقضية علمت أنه أمر الله عز وجل وأن أمر الله مقضية ومتوكلت على الله سبحانه وتعالى وفوضت الأمر إلى الله وجعلت الله عز وجل حسبها وكفيلها ووكيلها ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يرشده إلى الأخذ بالأسباب قال لها وهزّي إليك بجزع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً فكلي واشربي وقرّي عين فإما ترين من البشر أحداً فقولي إني نظرت للرحمن صوماً فلن أكلم اليوم إنسياً هذا صدق توكلٍ على الله عز وجل وإذا بربنا سبحانه وتعالى يجعل لها ولوليدها معجزةً خالدةً في القرآن الكريم بأن أنطقه الله عز وجل وكان من الذين ينطقون في المادي وهم عددون على أصابع اليد الواحدة إنه صدق التوكل على الله عز وجل الله سبحانه وتعالى يوضح لنا أن التوكل على الله وأنك حينما تتوكل على الله عز وجل وتأخذ بالأسباب يكفيك أن الله عز وجل هو ناصرك وأن الله عز وجل مؤيدك وأن الله عز وجل وكيلك قال الله عز وجل وهو يصف لنا حال الأناس الذين تكالب عليهم أهل الشر وأهل الكفر وأهل الشرك الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل نحن نتوكل على الله عز وجل وكيلنا هو الحق سبحانه وتعالى وكيلنا هو المولى جل وعلا ولذلك قالها النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل قالها الناس حينما حينما أبلغهم الناس أنهم قد جمعوا لهم وقالها إبراهيم حينما ألقي في النار وكما فصل وذكر ذلك سيدنا الحبيب وشيخنا الأليم فضلت الدكتور السيد في مواطن عديدة أيضاً يوضح لنا صدق التوكل على الله عز وجل في حياتك كلها ينبغي أن تكون نموزجاً في التوكل على الله في حياتك كلها في نومك وفي قيامك في طعامك وفي شرابك في عملك في سعيك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله إن عندنا في بعض الأوقات في بعض الأحيان يصيبنا من الفطور يصيبنا من البعد عن الله عز وجل يصيبنا من زعزعة وخلخلة في الإيمان وصدق التوكل على الله لكن النبي صلى الله عليه وسلم شرط لنا التوكل الحقيقي على الله عز وجل بحق التوكل قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لأن التوكل له حق وهو التصديق الجازم واليقين الصادق في التوكل على الله عز وجل وأنه بيده مقاليد الأمور وأنه كافيك وأنه وكيلك وأنه المستعان به لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير نموزج ومثال عملي نراه بأعيننا ليل نهار نموزج في حياتنا لرزقكم كما يرزق الطير تغضو خماسا وتروح بطانا هذه العصفور هذا الطائر أي عمل له وأي سبات لدخله وأي مزرعة له وأي عمل يقوم به إنه يتوكل على الله عز وجل إنه يغضو جائعا ليس في بطنه طعام تغضو خماسا ليس عندها من القوة وليس عندها من الطعام وليس عندها من الشبع وإنما جائعا تغضو خماسا متوكلة على الله عز وجل وتروح بطانا إذا بربنا سبحانه وتعالى يرزقها برزقها الذي قدر لها فتروح بطانا شبعانة كريمة متوكلة على الله عز وجل ليس عندها من الأمور التي فيها من الجزع أو الصدق أو التخوف من التي نراها في بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا أمرا عظيما آخر وهو صدق التوكل على الله في أمور حياتنا ولنضرب مثالا ينبغي أن يكون موزجا أو يكون مثالا لنا في حياتنا اليومية وهو صدق التوكل على الله عند الخروج من البيت يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على تتوكل على مين؟ بسم الله توكلت على الله يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان إنسان حينما يصدق في توكلي على الله صباحا في خروجه من بيته بسم الله توكلت على الله هو وكيلي وهو حسبي فإذا بربنا سبحانه وتعالى يحقق له الآية القرآنية التي ذكرها في قرآنه ومن يتوكل على الله فهو حسبه إذا بربنا سبحانه وتعالى يحققها له يقال له كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنك الشيطان يقال في بعض الرضايات أن شيطانا يريد أن يعترض فيقال له من الذي تنحى عنه كيف لك برجل هدي ووقي وكفي إنسان هدي ووقي وكفي هتعمل معاه إيه؟ إنه صدق التوكل على الله عز وجل في أمور حياتنا نعم في أمور حياتنا كلها ينبغى أن يكون عندنا من التوكل والثقة واليقين في الله عز وجل ما لا يحصاه عد ولا يشمله حصر إخوة الإيمان والإسلام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتوكلين عليه وأن يرزقنا حسن التوكل عليه وحق التوكل عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه آمين يا رب العالمين بارك الله فيكم فضيلة الدكتور كمال سيف مدير مكتبي وزير الأوقاف على هذا الكلام الطيب والدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة نبدأ معه الجزء الثاني من الكلمة التي ألقاها فضيلته مشكورا في جزئها الأول والتي حملت معاني الشريعة الإسلامية الغراء في قرآنها الكريم وسنتها النبوية الشريفة في حسن التوكل على الله يستكمل فضيلته هذه الكلمة مشكورا فضل الدكتور أقول الناس بين صنفين أو الناس صنفان صنف قد يعتمد على الأسباب ولا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويرى أن الحياة هي المادة وهي الأسباب فقط وهذا بعيد عن الله سبحانه وتعالى والقسم الآخر ربما يظن أن التوكل يعني هو الثقة دون الأخذ بالأسباب وهذا أيضا إيمانه ناقص لأنه لا يؤمن بالشريعة ولا يؤمن بما أمر الله سبحانه وتعالى به من الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى وسيلة للنتائج في الحديث الذي استمعنا إليه لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغضو خماصا وتروح بطانة فلها سعي فهي لم تقف في أعشاشها ويأتيها رزقها ولكنها تغضو وتروح فهي تذهب وترجع وتبحث عن أرزاقها وهناك عن سيدنا شقيق البلخي أنه ودع سيدنا إبراهيم بن أدهم لسفر أراده فرأى عصفورا كسيحا أي لا يستطيع التحرك يأتيه عصفور آخر بالطعام فقال في نفسه إنه سيأتيه رزقه كما يأتي هذا الرزق لهذا العصفور الكسيح فرجع إلى سيدنا إبراهيم بن أدهم فلما رأاه وغيبته لم تطل سأله لماذا رجعت قال والله وأنا في الطريق رأيت عصفورا كسيحا يأتيه عصفور برزقه فيأكل منه فقلت الذي رزق هذا العصفور سيرزقني فرجعت فقال له سيدنا إبراهيم بن أدهم معلما ولما ترضى أن تكون العصفور الكسيح لماذا لم تكن مثل هذا العصفور الصحيح الذي يسعى ويأتي إلى هذا العصفور الكسيح ولذلك اليد العليا خير من اليد السفلة أن تتسق في الله وتعتمد على الله سبحانه وتعالى لأن الإيمان هو التصديق القلبي وكما ذكرنا في البداية وذكر زميل دكتور كمال أن التوكل على الله من أعمال القلوب لا يطلع عليه البشر بل أنت تعلمه أنت صاحبه هو الذي يعلمه عنده ثقة في الله سبحانه وتعالى هل يفوض أمره إلى الله في هذه الحياة أنت عندما توكل غيرك لا توكل شخصا ضعيفا أو شخصا لا يستطيع الفعل أو لا يستطيع العمل بل تبحث عن إنسان قوي أمين فتضع فيه ثقتك وتجعله وكيلا لك وتبصم وتمضي على ذلك وهو بشر أفلا تتوكل على الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى خادقك ورازقك وهو الذي يسير أمورك ويعلم أحوالك وهذا الذي يعتمد على الأسباب ولا يرى إلها ولا يرى ثقة في الله وحاش لله ذلك أين كان عندما كان يرعى وهو في بطن أمه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة من الذي كان يرعاه ومن الذي كان يتولى أموره ومن الذي يرزقه إن الإنسان بسعيه هذا ويحصل الأسباب فقط أو يعمل بالأسباب فقط أما النتيجة فهي على الله سبحانه وكم رأينا من يأخذ بالأسباب ولا يصل إلى النتيجة لأنه ليس عنده ثقة بالله سبحانه وتعالى أما الذي يتوكل على الله سبحانه فهذا قلبه مطمئن ولذلك الإيمان وهو التصديق وهو العمل القلبي والذي يعقبه بعد ذلك أعمال الجوارح يهدي قلب الإنسان فالإنسان المتوكل على الله الواثق فيه يكون مطمئن القلب ومن يؤمن بالله يهدي قلبه فهو يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه فيرضى بأمر الله سبحانه وتعالى وبقدره ومن أراد أن يكون الله سبحانه وتعالى معه فليتوكل على الله ومن أراد أن يحبه الله فليتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين ومن خاف الأعداء وخشيهم فليتوكل على الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وإذا كان سيد المتوكلين هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان يكون عنده قوت سنة وكان في لقائه مع غير المسلمين الكفار أثناء حربهم كان يلبس المغفر وكان يصنع العريشة ويجلس دحته وكان يأمر بحفر الخندق في يوم الخندق ويأخذ بجميع الأسباب وهو واثق بالله سبحانه وتعالى وهو عنده الثقة كاملة في الله سبحانه ليعلمنا أن التوكل لا يعني التواكل فهناك فرق بين التوكل وهو الاعتماد على الله سبحانه والأخذ بالأسباب والتواكل وهو عدم الأخذ بالأسباب والركون إلى الدعة والسكينة والراحة دون عمل لم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم للإنسان ألا يسعى على رزقه بل علمنا أن السعي على الرزق هو دأب الأنبياء حتى ولو لم يكن الإنسان محتاجا فإنه كما قلت العمل قد يحتاج إلي ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده لماذا نبي الله داود لأنه كان غير محتاج كان نبيا ملكا ومع ذلك كان يعمل سيدنا داود أن يعمل سابغات أي دروع سابغات وقدر في السرد وعمل صالحا مع أنه لا يحتاج لأنه نبي ملك ولكنه يعمل ويعلمنا أن الإنسان دائما يأخذ بالأسباب في الآيات الأولى من سورة البقرة يأمر ربنا سبحانه وتعالى عندما يذكر صفات المؤمنين المتقين أنهم يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فكيف ينفق من لا مال عنده كيف ينفق وهو ليس عنده مال هو لابد أن يسعى ويعمل ويكتسب المال لتكون يده هي العليا لأن اليد العليا هي المعطية والسفلا هي الآخذة واليد العليا خير من اليد السفلا إن المؤمنين أو المتقين لا يقفون عند هذا الحد من العمل بل إنهم يعملون أيضا بالنوافل سواء كان في الإنفاق أو في غيره فالله سبحانه وتعالى يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القرب واليتام والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب آت المال على حبه أي على حب المال أو على حب الله سبحانه وتعالى لمن وآت المال على حبه ذو القرب واليتام والمساكين وابن السبيل وكل هؤلاء له يعني نقطة ضعف فاليتيم فقد أباه وابن السبيل فقد وطنه والفقير فقد ماله فهذا يعطي هل من الزكاة أقول لا لأن الله سبحانه وتعالى أمر بعد ذلك أو زكر أنه أقام الصلاة وآت الزكاة وآت المال على حبه ذو القرب واليتام والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة إذن هناك في المال حق سوى الزكاة ولذلك في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى عندما يصف المحسنين والإحسان هو أعلى درجة من الإيمان لأن هناك إسلام إيمان إحسان الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول تقيم الصلاة وتزكاة صم رمضان تحج البيت الإيمان هو التصديق الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى وهو درجة عليا الله سبحانه وتعالى قال في وصف المحسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون لا يقفون عند الفرائد فقط وبالأسحار هم يستغفرون وفي الإنفاق قال وفي أموالهم حق للسائل والمحروم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المتوكلين الفاهمين للتوكل حق فهمه المقتدين بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكر الله لفضيلة الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الجيزة الجزء الثاني من كلمة فضيلة الدكتور كمال سيف مدير مكتبي وزير الأوقاف في الدقائق الخمس الأخيرة إن شاء الله تفضلي دكتور كمال استكمالا لما تفضل به الشيخنا الحبيب الدكتور سيد مسعد حول التوكل على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب وحقيقته ونمازجه ومجالاته أقول إذا كنت متوكلا على الله حق التوكل آخذا بالأسباب مستعينا بالمولى سبحانه وتعالى كل إنسان يبحث دائما عن المردود الذي له عن فعله وعن عمله وعن ما له عند الله عز وجل أقول وبالله التوفيق أن الإنسان حينما يتوكل على الله عز وجل كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حق التوكل فإن الله عز وجل يضمن له الثواب العظيم والأجر الكبير بل ويضمن له ما توكل على الله عز وجل فيه بداية هو معيار لصدق إيمانك وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فمن هنا بتوكلك تعلم مدى إيمانك وصدق إيمانك بالله عز وجل ثانيا يكفيك الله عز وجل ما توكلت به عليه أنت ترمي حمولك على الله سبحانه وتعالى أنت تتوكل على الحق سبحانه وتعالى أنت تتوكل الملك جل وعلا فالله عز وجل يضمن لك ما توكلت عليه به يقول الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه خلاص الأمر أصبح بيد الله سبحانه وتعالى يكفيك ويغنيك الأمر الذي أعظم من ذلك أنك تضمن هداية ووقاية وكفاية في حياتك وفي يومك كما سبق وذكرنا في حديث أذكار الصباح وحديث الخروج من المنزل يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان ماذا تريد بعد ذلك من إنسان وقية وهدي وكفية وتنحى عنه الشيطان بسبب ماذا؟ بسبب صدق توكله على الله عز وجل بسم الله توكلت على الله الله عز وجل يضمن لك محبة حينما استوكل على الله عز وجل انظر من الذي يحبك هل الناس هل الملائكة هل البشر الله عز وجل هو الذي يحبه إن الله يحب المتوكلين في حديث عظيم ينبغي علينا أن ندركه وهو الثواب في الآخرة أن الله عز وجل يضمن لعباده المتوكلين دخول الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذين يدخلون الجنة سبعون ألفا يدخلون الجنة مع أمة النبي صلى الله عليه وسلم بغير حساب ولا عذاب قيل من هم يا رسول الله قال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون فمن توكل على الله عز وجل كفاه ومن توكل على الله عز وجل وقاه ومن توكل على الله عز وجل هدا ومن توكل على الله عز وجل أحب ومن توكل على الله عز وجل رزقه جنة بغير حساب ولا سابقة عذاب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم وأن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم خير المتوكلين على حوضه الشريف اللهم آمين آمين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وعليكم السلام ورحمته وبركاته شكرا جزيلا فضيلة الدكتور كمال سيف مدير مكتب وزير الأوقاف الشكر موصول لفضيلة الشيخ الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الجيزة وصلنا معا إلى ختام هذه الحلقة من حلقات ملتقى الفكر الإسلامي إلى لقاء آخر يتجدد إن شاء الله تعالى حتى ذلك الحين دمتم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته